السلام عليكم مش دايما احنا اللي بنختار المشاكل او بنحب نعملها لكن احيانا المشاكل هي اللي بتيجي لحد عندنا وقصة النهاردة بتوضح ده القصة صعبة جدا وبلاس 18 بس قبل ما نبدأ طالب منكم طلبين الاول نصلي على النب بنية الفرج والتاني نعملوا لايك للفيديو ويلا بينا في شهر 6 سنة 2024 في الكاهرة وتحديدا في مدينة السلام ييجي بلاغ لاسم شرطة النهضة من عام الخردة بيقول انه هو شاف رجلين بشرية مرمية في الزبالة وعلى طول رجال الامن يتحركوا على مكان البلاغ واول ما وصلوا لقوا البلاغ صحيح وتم التحفظ على الاجزاء اللي لقوها فقعدوا يفتشوا في الزبالة ربما يلاقوا اجزاء تانية من الجسة بس ما لقوش اي حاجة خالص وبسؤال عام للخردة انت شفت حاجة تانية قال لهم انا شفت اللي رمل رجلين بس لان الوقت متأخر والدنيا ليل ما قدرتش اوضح شكل اللي رمل حاجة دي ويتم تحويل الاجزاء اللي لقوها للطب الشرعي وبعد فحصهم يتبين ان الرجلين دولت لوحدة 6 وواضح ان اللي عمل كده اسم الجسة نصين ده غير ان القطع نفسه بداء يعني مش حد متمرس ويتم عمل تحليل الدي ان ايه للاجزاء اللي لقوها علشان لو لقوا اجزاء تانية يطبقوها ببعض ويعرفوا ان دولت تبع جسة واحدة او تبع جسد واحد فكده كده طالما لقوا الجزء السفلي فاكيد حيلقوا الجزء العلوي في مكان تاني ولان منظر الرجلين مرعب فرجال الامن شكوا ان ديت ممكن تكون لها علاقة بتجارة الاعضاء بس في الاول هم محتاجين يعرفوا مين الست ديت فبدأوا يدوروا في ملفات المفقودين عندهم فلقوا شخص مبلغ عن اختفاء اخته اللي اسمها سماح اللي في الصورة قدامكم دي والبلاغ ده ممكن يكون له علاقة بالاشلاء اللي لقوها فيتم استدعاء الشخص ده علشان ياخدوا منه عين التحليل الدي ان ايه وبعد تطابق العينتين ببعض يتأكدوا ان ديت اشلاء اخته سماح ورجال الامن يبلغوا اخوها باللي حصل ويتصدم ويقولوله تعالى احكي لنا ايه اللي حصل مع اختك او انت تعرف ايه عنها ويسألوه اللي حصل لاختك ده ممكن يكون سببه تجارة الاعضاء او فيه سبب تاني تعالوا الاول نعرف مين سماح سماح كان عندها اربعين سنة ومتخرجة من كلية تجارة ومش بتشتغل يعني ست بيت ومعروف عنها ان هي ست محترمة جدا وقمة في الاخلاق ومش بتاعت مشاكل سماح ابوها توفى سنة 2011 وسب لها ورس بالورس ده اشترت شقة لنفسها في مدينة السلام واتجوزت من شخصه وخلفت منه بنته وسمتها ناهد بس الحلو ما يكملش تحصل بينهم مشاكل وبسبب المشاكل دي تتطلقه وتعيش سماح مع بنتها ناهد في شقتهم اللي في مدينة السلام لحد ما ناهد يوصل سنها تسع سنين ولان سماح محترمة جدا فكان من المستحيل ان يحصل منها اي مشكلة ده حتى ما كانش فيه مشاكل بينها وبين طلقها طب ايه اللي حصل وازاي وصل بيها الامر الكده ان هي تتقطع وتترمى في الزبالة تعالوا نعرف الباقي فاول الحلقة قلتلكم احيانا المشاكل بتيجي للواحد لحد عنده مش هو اللي بيطلبها فسماح كانت واقعة مع الناس الغلط ويتم استدعاء اخوها مرة تانية ويسألوه اختك كان بينها وبين اي حد مشاكل حتى لو المشاكل دي بسيطة احكيها برضو قال لهم بالفعل فيه مشاكل بسيطة كانت من حوالي اربع او خمس سنين فرجال المباحث قالوا له احكي لنا بالتفصيل ايه اللي حصل قال لهم كان فيه واحد من جيران اختي اسمه علاء وعلاء ده كان عاوز يشتري الشقة من اختي فاختي في الاول كانت موافقة فعلاء عرض عليها سعر بس السعر كان قليل جدا ضعيف يعني في المنطقة فهي رفضت ان هي تبع له الشقة بس علاء ما كانش ساكت وكان دايما بيقول لها الشقة دي بتاعتي ويتحجج ويقول لها ان كل الناس اللي في العمارة واللي في المنطقة اخواته قريبه كان فاكر انه لما يقول لها كده حتقوله تفضل عقد الشقة هوك بالسعر اللي انت عاوزه بس هي فضلت رفضة بيع الشقة يجي لها يمين يجي لها شمال هي حلفة ما هي بيعها له او بيعها لأي حد عموما ومن اللحظة دي توعيلة علاء بدأت تقلب على سماح وبنتها بقوا يعملوها وحش ومش هي الوحدها ده كانوا بيعاملوا ناهد بنتها اسوأ معاملة وبقوا يصلطوا على ناهد بنتها العيال الصغيرة ان هم يضربوها بالطوب وهي ماشية في الشارع انتم متخيلين اللي كان بيحصل في سماح وبنتها وما كانش في ايد سماح غير ان هي تمنع بنتها تنزل الشارع ومش بس كده ده اعادتها كمان من المدرسة ده غير ان لهم في مرة من المرات اتخانقوا مع سماح وضربوها وكانوا دايما يقطع عليها المية والنور كل ده بيكرهوها في الشقة وبيكبروها ان هي يتبعها ومع الوقت سماح وبنتها ناهد ما بقوش يحسوا بالامان جوه شقتهم طب حد يقول لي ليه هي ما عملتش محضر ضدهم للأسف سماح عملت محضر في علاء بس علاء ما سكتش علاء بقى يبعت لها رسائل تهديد ويبعت برضو الاخوها رسائل تهديد ومن هنا رجال المباحث فهمت الحكاية وبدأت تربط خيوط الجريمة ببعضها ورجال الامن يستدعوا ناهد ويسمعوا منها اللي حصل فتقولهم ناهد مهمة في اليوم ده كانت نازلة تشتري طلبات وبتقول انا كنت عاوزة انزل معاها بس هي رفضت وقالتلي اقعودي علشان ما يحصلش مشاكل وقالتلي خليك واقفة في الشباك بص علي وانا نازلة واستنيني لما ارجع وبالفعل سماح نزلت وناهد فتحت الشباك علشان تبص على امها وهي نازلة بس الغريب ان ناهد وهي بتبص من الشباك ما شافتش امها طلعت من العمارة اصلا يعني سماح نزلت على السلم بس ما طلعتش من باب العمارة وناهد فضلت بص من الشباك علشان تشوف امها بس للأسف امها ما خرجتش وبعد فترة من وقفها في الشباك وامها ما خرجتش من باب العمارة قالت كده اكيد في حاجة غلط ودي طفلة صغيرة فاخدت بعضها وطلعت تبص من العين السحرية لان امها كانت قفلة عليها الباب طبعا قالت اكيد ماما لسه وقفة قدام الباب او بتتكلم مع جارتنا بس لما بصت ما لقيتش حاجة ومرة واحدة سمعت صوت زي الخربيش وصوت صويت فخافت وترعبت وفضلت مستنية والدتها جوه وفي بالها اكيد ان امها هترجع وعملت طمن في نفسها لغاية ما حد خبط على الباب فناهد جارت على الباب علشان تشوف مين بيخبط فاكتشفت ان اللي موجود برا وبيخبط خالها فقالت له ماما نزلت بقالها فترة وقفلت الباب بالمفتاح يعني البنت لو هتفتح الطابلة فالباب طبعا مقفول اللي هو التلت تكات فمش هتعرف تفتح الباب الا لما امها ترجع وهي تفتح بالمفتاح فخالها قعد يهديها ويقول لها ما تخفيش كل حاجة هتبقى كويسة وانا هروح مشوار ونص ساعة وحرجع ابص عليك وبالفعل خالها يرجع بعد شوية ويخبط على الباب تقول له ماما لسه مجاتش وفضل خالها رايح جاي عليها كذا مرة لحد ما تأكد ان فيه حاجة غلط وكده بدأ يقلق وخصوصا بعد التهديد اللي جاله وجالها وينزل يدور عليها ويوري صورتها للرايح واللي جاي علشان اي حد يدي له معلومة انه شافها للأسف كله بيقول ما شافهاش وعلشان كده راح لجأ للشرطة وبلغ باختفاء اخته وبعد البلغ ده ب24 ساعة عامر الخردة يتصل بالشرطة يقول لهم انا لقيت جزء من جثة في الزبالة وطبعا كل المعلومات دي بتأكد ان الجريمة حصلت جوه العمارة وان المتهم الرئيسي هو جرها علاء فتم تفريخ كاميرات المرقبل في المنطقة فلاقوا ان الكاميرات رصدا وهو بيرمي حاجة في الزبالة ده كان في نفس المكان اللي لقوا في الرجلين وتطلع قوة من رجال الامن علشان يقبضوا على علاء ويفتشوا البيت بتاعه واصلا الرجال الامن مش محتاجين ان هم يحققوا معاه لانهم لقوا عنده دليل ايدانته لقوا راس سماح وقديها في التلاجة بتاعته اول ما بدأوا التحقيق معاه قعد يماطل شوية بس ما كانش قدامه غير انه يعترف على طول يا راجل دول ما طلعين راسها وقديها من التلاجة من عندك وبالتحقيق معاه اعترف بالله انا هقوله لكم ده وبدأ يحكي اللي حصل وقال سماح لما قفلت على بنتها ونزلت على السلم اتكلم معاها قبل ما تخرج من العمارة وقال لها انا عاوز انهي الخلاف اللي بينها وانه عاوز يصلح ما بينها وما بين مراته وقال لها تعالي نشرب الشاي سوا فسماح دخلت معاه الشقة بتاعته بحسن نية وبدل ما يستقبلها ويصف الخلاف اللي بينهم ام ضربها بالسكينة وما اكتفاش بكده ام جايب سطور وام قطعها بيه وقسمها لاجزاء واخد الاجزاء دي تقعد يرميها في اماكن متفرقة علشان يبعد عنه الشبهة وبعد اعترافه ارشد المباحث على الاماكن اللي رمى فيها اجزاء الجثة اللي نفسي افهمه هو عمل كده علشان ياخد الشقة طب اهلا اخد الشقة ولا اخد اي حاجة وفي الاخر اتعدم طيب بيعمل كده لاه او شطانه وزه ازاي يعني انا نفسي نفهم شطانه لعب له ازاي انه يحرم بنته من امها انه يخرب على اسرة انه يخرب على اسرة هو نفسها كل ده علشان ايه علشان دنيا زيلة اقسم بالله العظيم دنيا زيلة مهما تجمع فيها من اموال ومن عمرات ومن اولاد ومن زوجات كله رايح والله الحقيقة الوحيدة هي الموت هتموت وتسيب ده كله يعني تموت على خير تموت على خير وتخش جنة ربنا كلنا اصحاب زنوب وكلنا على امل ان ربنا ان شاء الله يغفر لنا بس اللي يروح لربنا من غير دم اللي يروح لربنا من غير دم النبي قال لا يزال المسلم او المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصف دما حراما انت متعرفش ان الميت ده حيجي لك يوم الايامة شايل راسه على كفه كده ويقول يا رب سله فيما قتلني هترد انت تقولي قدام ربنا لما هو يقول لربنا اسأله هو قتلني لا اسأله هو نهى حياته لا نهى حياتي لا ده ربنا بيقول على المنتحر اللي بيخلص على نفسه بيقول لقد بادرني العبد بنفسه فقد حرمت عليه الجنة يعني العبد نفسه لما ينهي حياته ربنا بيحرم عليه الجنة فما بالك انت بقى اللي بتقتل نفس بقى انت بتنهي حياتها انت بتخلص عليها انت بتقول لها انت كده كفاية في الدنيا ربنا عطيك ان انت تعيش مثلا او تعيشي خمسين ولا ستين ولا سبعين سنة تعالى نقص في عمرك وانت عندك اربعين سنة او تلاتين سنة وكل ده علشان خطر ايه علشان خطر دنيا دنيا ايه دنيا زائلة احنا بنجمع الفلوس وبنجمع كل الكلام ده كله وفي الاخر واقسم بالله العظيم بنموت وبنسيب الحاجات دي فنتقل الله في نفسنا ونعيش العيشة اللي قال عليها ربنا وبعد كل الاعترافات دي تتم تحويل علاء للنيابة وان شاء الله ياخد العقاب اللي يستحقه ادعو السماح بالرحمة والبنتها واخوها بالصد السلام عليكم